تفتح في السوشال ميديا يشغل الكاميرا و يسجل و يدخل في تحليلات ربما بلغتها لاوس و هو لا في العير و لا في النفير أو بعضهم قد يكون له خبرة عملية أو اختصاص أكاديمي لكنه في نطاقه الخاص و الموضوع محل النقاش تجد إما أنه أكبر من حجمه أو له أبعاد لا يعرفها غالبا ما يكون هناك ورش عمل و خبرة و أيام و ليالي يدرس فيها الموضوع محل الجدل و النقاش و صاحبنا ليس لديه أي تصور عن تلك التفاصيل و ما فيها من معلومات و أيضا من نظر للأبعاد و المآلات أبدا يستيقل و يخذ المايك و يفتح الكاميرا و يخذ من الطرح المرتجن و لكن من يكتشفه هو لا يوجه كلامه لمن يكتشفه هو يراهن إذا كان له هدف مغرض أو تعجل و يعرف ربما أنه متعجل لكن شيء في نفسه هو يراهن على الفرائص و الطرائد التي يلاحقها و هذا في الواقع تجد في عموم دول العالم و خاصة في مساجرات الأحزاب السياسية و غيرها و على أحسن الأحوال البعض قد يكون له وجهة نظر لا تعدو أن تكون خاصة اجتهاد لا تعبر إلا عن مرأيات الاجتهادية و لكن أحيانا يأتي المغرض أي كان الدوافع منافس اقتصادي أو سياسي أو غيره يأتي و ينفخ في وجهة النظر و يروج لها و ربما بعض الأهداف حزبية إلى آخرها و يدلس على الناس بها يجعلها كأنها الحقيقة كأنها القرار الصحيح الذي لم يفتح الله على أحد به سوى هذا الشخص صاحب هذا المقطع أو المحاضرة أو المداخلة و البعض الآخر يحب أن يسلي نفسه تجد هناك من همه تجميع بعض الأساطير من التحليلات و غيرها و لما ينفض المجلس تجد كل منهم يشعر بأنه ابتكر النواتر و غاص على الدرر و هو لا في العيري و لا في النشيء كل هذه الارتجالات يتم الترويج لها في مواجهة الدراسات المتخصصة التي تمتلك الحقيقة تمتلك الحقيقة بما لديها من إمكانات و صلاحيات للاطلاع على كافة التفاصيل كما أنها أيضا من قبل و من بعد أمام محك المسؤولية طبعا قد يكون للبعض أهداف مادية أو سياسية و حزبية أو طلب شهرة أو نحو ذلك و يحاول أن يناكف بوجهة نظره و من ثم يحاول هو أو من يدفعه أن يقدم وجهة نظره و كأنها الحلقة المفقودة و الفكرة الضائعة التي لم يصل إليها إلا فكرة و خذ من الدجل و التلميع و التصفيق أعرف بعضهم ما يستطيع أن يركب جملة مفيدة واحدة أعرفهم لكنه يحفظ أو يحفظ كلاما مدلسا لتمرير أجندته